طيب مشاهدينا فقراتنا الطبية لليوم وهي عن الفتاة وهو حالة طبية شائعة يمكن أن تحدث في أي جزء من الجسم لكنه عادة ما يحدث في منطقة البطن أو السر معلومة صحيحة وحديث حول الموضوع ينضم إلينا له الدكتور خالد رضا الاستشاري في الجراحة العامة الصباح النور دكتور أهلا وسهلا فيه معنا نبدأ دايما بتعريف ما هو الفتاة الفتاة هو ضعف أو بيكون خلل بتركيبة الأنسجة بيؤدي لمزق أو ديفك تسمح من خلاله للأعضاء أنه تتحرك من مكانه لمكان تاني على سبيل المثال إذا بنحكي عن الفتاة بالجدار البطن إذا كان الفتاة بجدار البطن بالمنطقة السفلة بجدار البطن يمكن يكون فيه انزلاء للأمعاء أو الدهون اللي داخل البطن مثل الصور يمكن اللي بينا معنا مثل الصور يمكن يكون فيه انزلاء لأعضاء تانية مثل المبولة مثل المبيض عند النساء مثل الزيدة إذا كان الفتاة بالجدار البطن بالمنطقة العليا أو بالحجاب الحاجز يمكن يكون فيه انزلاء للمعدة يمكن يكون فيه انزلاء للطحال حسب مكان الفتاة بيصير فيه تحرك للأعضاء المجاورة لهذا من مكان لمكان تاني أو مش لمكانها الطبيعي شو اللي بيسبب الفتاة عمطة؟ أسباب الفتاة ملتي فكتوري يعني متعددة الأسباب فيكون سبب بتركيبة الأنسجة خلل بتركيبة الأنسجة وهي دا بيكون جيني صحيح جيني أو ويراتي فيكون ضعف بالأنسجة أو بالعضلات وهي سببها تأدم بالعمر أحيانا تراما أو أي ضرر على هاي الأنسجة أو عمل جراحي سابق أو فيكون ضغط متكرر على هاي الأنسجة اللي هي أسبابها متعددة يمكن يكون امساك مزمن أو تضخم بالبروستات بتأدي لشد مزمن وصعوبة بالتبول يمكن يكون مشاكل بالرقة من التدخين وصعال مزمن أو حساسية مع عطس متكرر وزن زايد بداني الحمل عند النساء أحيانا البطن بس تعب ماء بسبب مشاكل بالكبد كل الضغط اللي بيكون على جدار البطن معقول يسبب لفتأ طيب دائما ليتم التشخيص بيروح المريض على الطبيب شو الأعراض اللي معقول إنه تظهر على المريض وتخليه حس إنه في شي غلط مثل ما إن الفتأ هو ديفاكت أو خلال بيسبب فراغ لنقول بجدار البطن الأعراض تعتمد على مكان الفتأ والأعضاء اللي عم تنزلق بقلب الفتأ يمكن لهاي الأعضاء تنزلق وترد لمحلة ببعض الأحيان ما بتعمل أعراض فالمريض بيجي بيشكي إنه عم حس بأعلام بيعتمد هون على حجم الفتأ مثلا صحيح أكيد وعلى العضو اللي عم بيطلع بقلب الفتأ بيشكي من أعراض بتروح وبتيجي أزعاج أعلام أثناء الضغط أثناء الرياضة أثناء المشي أحيانا بيشوف مثل انتفاخ أو لمب أو كتلة موجودة تحت الجلد أحيانا الأعراض بتكون متأدمي أكتر لأن الأعضاء اللي بتنزلق بقلب الفتأ ما بترد لمحلة بيصير فيها انحباس أو بيصير فيها انقطاع عن الدم لهذا العضو بيصير بهذا الوضع التهاب تحجر بالمنطقة احمرار ألام مستمرة أحيانا جانجرين أو موت بالأنسجة اللي موجودة بقلب الفتأ أو غرغرينة كما يقال عيب العربية طيب وانتقل الشخص إلى الطبيب كيف يتم التشخيص يعني ما هي الخطوات التي تجرى له التشخيص إجمالا هو بالفحص السريري عند بعض الناس يتم اكتشافها بالفحص السريري أكيد بيبين أنه فيه فراغ بالأنسجة بيبين أنه فيه كتلة عم تنزلق بهذا الفراغ أحيانا عند الأشخاص اللي عندهم كثافة دهنية أو عندهم بدانية أو وزن زايد إذا كان الفتأ صغير يمكن ما يبين بالفحص السريري نلجأ للصور بالألترا ساوند أو بالأمرأة ليكون التشخيص دقيق مية بمية نعم طيب دكتور يعني الآن عرفنا أنه فيه شيء بيحصل بسبب الفتأ وفيه أعراض جانبية بتجيب بسبب المشكلة اللي صارت العلاجة شو البرتوكول المتبع هون للعلاج أنه بتتعالج هالأعراض الجانبية أول أو يتم التعامل مع الفتأ وبالتالي بتختفى الثاني إجمالا الفتأ مثل ما أنه هو خلل فيزيكل يعني فيه ديفاكت فيه فراغ موجود بالأنسجة هذا الفراغ ما بيروح لحاله ما بيتعالج بالأدوية علاجه هو الجراحة يعني هالفراغ ممكن شبهه مثلا أكتر بفتحة مثلا بالأنسجة فالعلاج دائما لازم يكون بالترميم الجراحة بترمم هاي الفتحة وبتندعم بشبكة إجمالا الترميم الجراحة بيكون بجراحة المنظر اللي هي بجروح صغيرة بتنعمل الجراحة بالمنظر وبتندعم بالشبكة بعض الأحيان لما يكون الفتأ اللي نقول عند الحديثي الولادة أو الأطفال اللي عمرهم تحت الخمسة سنين مثل الفتأ البلي بطن أو السرة لأنه الطفل بيكون بنمو العضلات بتقريبا معظم الأحيان بتسكر بتلتحب صحيح بس بالأنواع الفتأ التانية بس يتشخص الفتأ الأفضل ينعمل ترميم جراحة لأن مع الوقت الفتأ بده يكبر حتى لو كانت الخيارات التانية دكتور اللي ذكرتها أنه وقت بيكون صغير أو ما في أعضاء أو الأعضاء بتتحرك من مكانها بس بترجع بعدها كمان بيكون خيار الجراحة جمالاً الفتأ لما يعمل أعراض لازم يترمم إذا ما كان فيه أعراض بالفتأ فيه عندنا خيار أنه نحدد ترميم لوقت بيختاروا المريض بس الأفضل أنه يصير فيه ترميم جراحة لعدة أسباب لأن المريض عم يكبر مع العمر اللي حيصير فيه مشاكل صحية اللي حيصير فيه أدوية عم يخضى المريض يمكن قوة العضلات تضعف الفتأ بحد ذاته بيكبر بيصير ترميم الجراحة أصعب واحتمالية الريكورنس أو أنه ينعاد الفتأ بتصير أعلى كمال هيك بس يتشخص الفتأ الأفضل أنه يتحدد موعد لترميم الجراحة وهنا سؤال دكتور في بعض الأشخاص مثلا بيشتكوا من أنه عملوا عملية الفتأ ولكن الفتأ رجع ما معنى دال هذا نوع تاني من الفتأ اللي هو اسمه الفتأ الجراحي الفتأ الجراحي مثل ما قلنا هو أحد أسباب الفتأ التراوما أو الجرح أو المزق بقلب الأنسجة بتسبب ضعف بهاي الأنسجة وبالتالي فتأ جديد اللي هو اسمه فتأ الجراحي يعني بعد ما نعمل عملية بعد مرور الوقت نفس منطقة الندوب طبع الجراحة يمكن يصير فيه فتأ وهذه أسبابها شوية مختلفة أسبابها بتعتمد على المريض وأسبابها بتعتمد على الجراحة وتقنية الجراحة الأسباب اللي بتعتمد على المريض هي أكيد عمر المريض المشاكل الصحية إذا عنده مشاكل صحية بتأدي لضعف بالمناعة مثل السكرة الإدوية اللي عم يخدها إذا عم يخد إدوية مناعية إدوية مثل الكورتيزون بتخفف من قوة التحام الجرح وعوامل جراحية بتعتمد على نوع الجراحة إذا عم نعمل جراحة بمنطقة نظيفة أو عم نعمل جراحة ب مثلا منطقة فيها جراثيم مثل استقصال الأمعاء أو خراج مكان الجراحة إذا بمنطقة فيها طبقة عضلية حجم الجراحة كل الجروحة اللي بتكون أكتر من عشرة ملي معرضة أكتر أنه يصير فيها فتق جراحي وطريقة التسكير الجراحة يعني القطب اللي منستعملها حجم الغرز اللي منستعملها وأحيانا إذا مندعم الجرح بشبكة أو رأعة تنقوة جدار البطن ونخفف من احتمال حضوص الفتق الجراح نعم وشو عن تعامل المريض مع العملية بعد يعني منعرف أنه عملية الفتق من العمليات اللي بعدها بيكون فيه قائمة من الأشياء اللي بتنطلب من المريض اللي يحافظ عليها بتعتمد علي مدى نجاح كمان العملية بدرجة كبيرة أذا فيك تخبرنا عنها دكتر أكيد أي عمل جراحي فيه شق جراحي فيه تعليمات بعض العملية اللي هي بتخفف من الضغط على المنطقة الجراحية والضغط فيه يكون بكذا كذا سبب عددنا شوي منه نقبل على الأسئلة اللي قبل يعني إذا منتوقع يكون فيه امساك نعالج هذا الموضوع إذا منتوقع أنه يصير فيه التهابات بالرقة كمان ننتبه لهذا الموضوع منعمل علاج فيزيائي للرقة حتى نخفف من الصعلي الحركة بدأت تكون بطريقة مدروسة نخفف من حمل الأوزان خاصة الأوزان التي تقيلة وطريقة حمل الأوزان إذا بدنا نحمل يعني تكون البراشر والتقل أكتر جاي من اللور بادي أكتر ما يكون من الإيدين أو من البطن كل الأكل اللي بيسبب أمساك كمان منها نتفادي فبالمبدأ هي لنخفف من الضغط اللي معقول يسبب البراشر على الجراح أنه يتعافى بطريقة جيدة يعني أنا بدأت شكرك على كل هالمعلومات بنعرف أنه حالة جدا شائعة الآن صحيح وربما الكثير بيكون عندهم أفكار مختلفة حوله خاصة اليوم جدا مهمة الإضاءة على أنه العملية هي أفضل الخيارات صحيح لتفادي كثير من مشاكل تحجر غرغرين يعني تحدثت عن كثير من المضاعفات التي ربما المريض بغنى عن الوصول إليها ويبقى خيار الجراحة هو الأفضل شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتور خالد ريدا لسي شاريفي الجراحة العامة شكرا جزيلا شكرا